اليوم التنسيقية تنظم ندوة تحت عنوان تدريس اللغة الأمازيغية سؤال ما صير في ضل التراجعات بشاركة مع جمعية المرأة الأمازيغية اليوم كما تعرفوا أن الأمازيغية من بعد عشرين عام لإدماجها في المنظومة التعليمية في السلك الإبتدائي يعني تعيش مجموعة من المشاكين ومجموعة من التراجعات ساتذة اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني كي يعنيهم مجموعة من المشاكين من داخل المدارس اللي كيشتغلوا فيها وهذا رجع بطبيعة الحال التخبط والعشوائية في تدبير ملف الأمازيغية كذلك المشكل الآخر ديال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية السنة الماضية كانت خرجت مذكرة اللي كتظر على التعميم التدريجي للأسف من بعد عشرين سنة يعني كنت تفاجأوا أن الوزارة ما زال كتظر على التعميم التدريجي وليس التعميم الكلي كنا ننتظر أنه الأمازيغية يعني توصل للأسلاك الأخرى عوض أنها تبقى فقط في السلك الإبتدائي والتعميم في السلك الإبتدائي لأنه للأسف الأمازيغية إلى اليوم ما زال ما مكيقراوهاش يعني التلاميذ كاملين بمعنى أن الأطفال على الصعيد الوطني يعني الأغلبية الساحقة رهام حرومة من تعلم اللغة الأمازيغية في نفس الوقت كنشوفوا أن كما قلت أن الستمائة منصب اللي عطتها الوزارة هاد العام للأسف رغم وصلنا هاش نحن باقين غير في ربعمية منصب تحية الدروس مع أمليست وأنا هنا اليوم لأنه عندنا أعمال أططعوي وأنا في مركز للصوت مراءة أمازيغية وأنا هنا اليوم أنا أتعلم أكثر عن أمازيغية من ضحايا الإقصاء من الرسيبين والمرسى بين مركز الجهوية للتربية يعني جئنا اليوم لهذا الدواء اللي هي جد تحت عنوان تدريس اللغة الأمازيغية يعني في دل التراجعات لأنه هذا العنوان اللي تحت ما تحتش هباء منطورة وإنما كنا نمتزاف ديل التراجعات سنقفع اليوم في صدد من الدواء واللي كنتمت الأساسا فأن الشعبات ديل الأمازيغية والأساسي ديل الأمازيغية كيعانيوا من واحد الإقصاء واحد عنصرية واحد إنكار لا سواء المدى اللي ولجو مهنة ديل التدريس ولا سواء المقبلين على المهنة ديل التدريس لأنه كما قلت لنا الإقصاء ديلنا مثلا كطلبات دراسات الأمازيغية وكخريجي دراسات الأمازيغية وكذلك الناس اللي بريباريو من الشعب الأخرين اللي اعطاوا في وقتهم الأمازيغية باش أنه ميدرسوا كنت جيوا كنتصدفوا بأحد الواقع اللي هو مور اللي هو أنه كنت تختبروا في شي مواد لا علاقة لها بالتخصوص يعني مواد ديل اللغة العربية ديل اللغة الفرنسية ديل العلوم وكنتفاجأوا كان واحد نقطة موجبة للسقوط كيمشي ضحياتها بزاف ديل الناس اللي بريباريو اللي اعطاوا وقتهم الأمازيغية وكفاءات يعني الدولاء كتنهج واحد السياسة لأنها تقصي هاد الناس اللي بدي تخصوص ديل اللغة الأمازيغية المطالب ديلنا هو أن المباراة تعاود تكون مباراة استثنائية يعني لأن الوزارة تراجعت على العدد المناصب اللي علنت عليهم علنت على ستمية منصيب وكانتفاجأوا أن الامتحان الشرفوي ما يقارب ربع مئة منصيب يعني هذا غير الشرفوي فقط باقي الامتحان الكتابي في حين أنه القانون تأخذ 1.5 يعني لتخرج ستعمية منصيب غير يتم فيها إقصاء بشتبق ستعمية منصيب كانتفاجأوا بأنها تم تقليص العدد وكان طالبوا أيضا بأن تيك المواد اللي زايدين يتحيدوا يعني تخصوص هي مباراة لتخصوص اللغة الأمازيغية اخصيدوا زنات في الأمازيغيو فقط ويرفعوا في المستوى الأمازيغية لأنهم يعووا المستوى بهذا المفهوم هذا يعني لك أن النقطة الإقصائية تكون خصيدة تكون في شعبات اللغة الأمازيغية ماشي في المواد الأخرين وخصوص المواد الأخرين يتحيدوا وتكون النقطة طالعة يعني لأنه كما نشوفو يعني هالشي كي تعتبر تمييز تمييز ضد الأمازيغية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر